السلام عليكم ورحمة الله. تم تطوير ادون ميموري. جمعت فيه كل الادوات اللي ممكن من خلالها نخف حجم ملف شوي على الرام و كارت الشاشة. يكون الادون موجود على قناة التليجرام. مرفق الرابط بتاعها اسفل الفيديو او مع ملفات الكورس المدفوع لو كنت اه مشترك في الكورس. اه هذا هو الادون كي اتش ميموري. حاليا الاصدار واحد بوين ستة تسعين. ممكن يكون فيه تغيثات في المستقبل. حتى جد رقم احدث من هذا. فعموما عندنا فيه مجموعة ادوات. اول شي فيه عندنا ميموري اللي هو يحسن من اداء الميموري. طبعا خلينا نفتحه بس مدير المهام. فعندنا هنا هذا الرام المستخدم حاليا في المشروع. فلما ندير ميموري سيعطيك رسالة انه بيفتح ملف. قل لي اياس او نعم او نعم عفوا اني بيفتح برنامج. فهذا هو البرنامج. فممكن هنا نفتحه الخاصات به. تقدر تغير اللغة مثلا الى لغة الانجلزية. فهنا انه يبدأ يشتغل مع الجهاز او يبحث عن تحتيثات. فتقدر تدير هنا اللي هو تنظيف. يعني مثلا يقول لك انه الرام مستخدم ستاشر في المية ومستخدمات عشرين جيجا. فندير يبدأ حاول ينظف زي ما تشوف ينقص من الرام. ثمنطاش هو كان عشرين. هيبدأ حاول قدر الامكان نقص لنا ثلاثة جيجا تقريبا. في خيارات اضافية تقدر تضيف فن لو تبقي الرام يكون تنظيفه اعمق ممكن ياخذ وقت شوي. وبعد تفتح البرنامج ممكن تخلي انه هو اوتوماتيك يشتغل او ينظف كل ما وصلت الذاكرة قلت عن مساحة معينة او تخليه نظف مثلا كل خمس دقائق. اوكي فهكي نقصنا من الممري وصلنا لثرتطاشر قيجا عن طريق هذا الخيار. بيفتح البرنامج هذا هناك اصلنا من المموري في حالة ان المموري عندك ضعيف. ثاني شيء انت طبعا اه لما تضيف مثلا بلوكات زي هذه مثلا. نضفنا شجرة وبعدين درنا لها هي هيكي ما نحذفتش من الملف. فكل بعد فاترة ضفت بلوكات ومساحة خمات ومساحة. فتدير لو كان في حاجة محتاجة تنظيف او انت محذوف من عندك. دير لها تنظيف من هنا الى ان معاش تطلع معك ولا رسالة. اوكي فينظف الملفات البلوكات الخمات الزايدة عندك في اه هذا الخيار. طبعا هي نفس اللي موجودة هنا في الخيار هذا. فموجودة هنا. بعدين عندنا زي مثلا البلوك هذا مثلا. عندي بلوكات في خمتين مش مستخدمات عندي. كذلك مثلا الشجرة هذه حتى هي في خمتين مش مستخدمات. فالخيار هذا هيدير يشوف المشروع بالكامل. اي خامة موجودة مش مستخدمة حيني نضفها او يمسحها باش يوفر معك ذاكرة من يخافف حجم الملف وكذلك يخافف الرام ممكن. فهندير كلير ماتيريال. هيمشي يشوف المشروع بالكامل ياخذ وقت شوية واي خامة زايدة مش نازلة على سطح يمسحها لك. اوكي فخلينا نشوفه تولة ومساكة هذه ناجد انه هو مساح الخامتين اللي كان موجودات نفس الشي هنا لانن مش مستخدمات فنظفا هذا اللي هو يمسح الخامات الغير مستخدمة. بعدين عندنا لو جينا شفنا هنا مثلا اه الرام اه كرت الشاشة عفوا. جي بيو مكتوب هنا نواخذ ثلاثة قيقا. ولكن لما تفتح مودي الخامات هيبدأ يحمل في الخامات على كرت الشاشة خاصة لو كان عندك خامات ثمانية قيق اه خامات ثمانية كي او فور كي. زي ما تشوف نحنا بس فتحنا مودي الخامات في البرنامج خضامة يقارب احداشر قيقا. كي? فالمشكلة هنا انك انت وانت في مودي الخامات لو قررت انك ترجع للسولد مود باش تخفف عليه الكارت. لان هو ممتلئ بسبب انه حمل الخامات عشان يعرضهن. لو رجعت هتلقى ان الكارت ما نقصش. اصبح ثابت خلاص لانك انت كنت فتح مودي الخامات. فالخيار لكلير جي بيو ميموري. هذه في حالة انك فتحت مودي الخامات ثم سكرتها. وحب انك تنظف الكارت عشان بعدين في الرندر يكون فيه مساحة عشان يقدر يرندر. فدير جي بيو ميموري. حتى تلاحظ انه هو نظف الكارت ورده لثلاث دقيقة اللي كان هو يشتغل به قبل ما نفتح مودي الخامات. هذه وظيفته. تنظيف الرام. تنظيف البلوكات اللي محذوفة من الملف. آآ تنظيف عفوا الماتيريا اللي غير مستخدمة. في حالة ان الكارت ممتلئ ممكن ينخفف منه. لكن شرط انك تكون في وإلا مش هتستفيد شي يعني لو كنت آآ فاتح مودي الخامات. او شي نك ثم سكرتها استخدم بعدين بعد العمليات هذين ندير فايل يخز الملف على الكلام هذا بحيث آآ انه ي يستجيب لك الحجم الملف في الجهاز يقل لو كان في حاجة زايدة مساحة في خف حجمه في الجهاز. اما خيار هذا تستخدمه في حالة انك جيت ترندر على كارت الشاشة. وبعدين رفض ان يرندر وعطاك رسالة هنا بمعنى ان الكارت ممتلئ ان هناك كارت يارب وعشرين جيجا. بعدلت في الملف بشكل كبير بحيث نخليه يتجاوز لارب وعشرين حاليا وصل ثلاثين جيجا واقض من الرام. هيعطيك رسالة ان الكارت ممتلئ مش هيقدر يرندر. ففي حالة جاتك رسالة هذه احد الحلول اللي ممكن نديرها انك تنقر طف الرندر وتنقر وتعاود الرندر. فحنجربه عندنا هنحاول اني خليه يعطيني رسالة بمعنى ان الكارت الشاشة عندي ممتلئ ماش فيه مساحة ان تسمح لي رندر. اوكي بهذا الشكل عطاني ان الكارت غير قادر على ان يرندر لانه امتلأ. ففي الحالة هذي هتدير هذا الخيار اللي خاص بالاوت اف موموري تنقر عليه. ثم تحاول تعاود الرندر مرة ثانية. في حالة انه رفض انه يرندر معك حتى بعد الخيار هذا طبعا هو يقوم بعدة اه اشياء منها انه يقلل في جودة الخامات للرندر وللريل تايم. اه ينظف الملف في الاشياء الزايدة امور زي هذه. فممكن يحلك المشكلة. زي ما تشوفوا كان الكارت وقت تقريبا ثلاثين جيجا. حاليا بداي يرندر معي على ستداشر جيجا تقريبا. يعني النص نقص وبداي يرندر بدون اي مشاكل. في حالة ان الاوت في موموري هذه ما تردت لكش حل فانت مضطر انك تبدأ تستخدم خيارات الديفايس. شون عندنا في الديفايس هي ادادات الرندر العادية. اول شي انك هل حتستخدم اليوست تيلينج او اليوست تيلينج مقصود بها انه هو يقسم نافذة الرندر الى باكت مربعة والخيار اللي في الاسفل انك انت تتحكم في حجم المربع كل ما تزيد الرقم هذا كل ما حجم المساحة اللي حي يرندرها تكون اكبر. فالشركة توصيب باستخدام الخيار ليوست تيلينج كذا تشغله في حالة انك انت كان عندك رزيليوشن عالي للصورة اثرا فور كي او اعلى فتتقسم الشاشة بهذا الشكل بحيث تكون خفيفة على الجهاز وعلى الرام يرندرها كمراحل بوكس بوكس. تبقية ترندر كلها مرة واحدة الغي الخيار هذا ليوست تيلينج هيكي لما تدير رندر هيبدأ يرندر في نفذة الرندر كاملة. فهنا قلنا في حالة انه عطاك اوت اف موموري ممكن شغل ليوست تخليها الالف وعشرين خمسمائة واتناش وتغير من جي بيو الى السي بيو تخلي رندر بدل كرت الشاشة على المعالج هيكون بطيء جدا عن الكارت ولكن على الاقل حيرندر. وهتنقص في قيمة السيمبل طبعا هذا هو اللي في الاعدادات الرندر اللي هو هذا. فاتقلل شوية في عن كنت حاطة عشان يرندر اسرع. الشي الاخر عندنا اللي هو آآ مصار الضوء او ارتدادات الضوء. طبعا نقيم هذه كلمة زيت كلمة ممكن تاخذ وقت اطول من الرندر وتعطيك جودة آآ انعكاسات افضل وتتبع مصار للضوء افضل. فممكن تغير تنقص في طبعا الرقم اللي موجود في الجانب هذا يوريك انه في اعدادات الرندر كان موجودة القيمة الحالية. فأنت لما تحط مثلا هنا اطناش هيقعد كأنك خليتهم كلهم اطناش. يعني اعدادات تحتبر مختصرة في النافذة هذه بدل ما تجيل اعدادات الرندر. حط لك فيها كل الاشياء اللي ممكن تحتاجها للرندر. بعدين عندنا مثلا انت رندرت بالرزيليوشن عالي على كرت الشاشة فتب تغير المعالج تحاول تنقص شوي. فبدل ما تنقص في الارقام بتاع نقص في النسبة. يعني مثلا تب تزيد في الجودة. انا مثلا عندي صورة الف ومتين وثمانين في الف سمية وستين. بنرفع جودة الصورة هذه للدبل او مرتين. فحنديرها متين. متين في المية. بمعنى ان هذه كأني ضربتها في اثنين. هتطلع الصورة لماي في الرندر الفين وخمسمية وستين في الف وتسعمية وعشرين. اوكي. مثلا قلت لها خليها مرة ونص. عفوا. مية وخمسين. هيكي كأني ضربت الالف ومتين وثمانين هذه في مرة ونص. يعني سيطلع في الصورة كأني كتابت لهنا الف وتسعمية وعشرين. فبدل ما آآ نكتبها نيادة وينجد نزيد في الريزوليوشن او النقص. يعني على سي بيو ممكن نقص في السيمبلينج. والنقص في الريزوليوشن شوي الى بوينت خمسة وسبعين مثلا. عفوا. خمسة وسبعين في المية. من الريزوليوشن النهائي اللي انت حق به هنا لو كانت ثلاثة او اربعلاف او الفين وخمسمية قيمة عالية فها تكون تاخذ وقت اطول. سيف داتا هذه في حالتي بترندر اكثر من صورة خلف بعضها وما تبشكل مرة تم عملية التحميل هذه اللي تصير فتقدر تشغل السيف داتا. هيكي الصورة اللي هترندر بعد هذه مباشرة هترندر على طول بدون ما يتم عمل الحسابات هذه اللي قد تصير. اوكي هذا فيما يخص الجانب هذا. آآ كذلك عندك عندك تقدر تنقص شوية في الجودة متاعك كل ما تزيد الرقم كل ما يكون آآ خف على الرام يعني مثلا عندك خامات فين تخلي مثلا في الرندر ثلاثة بيكسل في الفيو بورد ثمانية او ستة بيكسل مثلا. بحيث انه يقلل شوية من استهلاك الرام وقت الرندر لو كان عندك رام قليل ما يقدرش رندر المشروع. عندين عندنا جي بيو في رام في خيار اسمه اللي هو تدير حد للخامات طبعا اكثر شيء يخلي فيه كرت الشاشة ممتلئ او يتعبى الذاكرة متاع ويرفض انه يرندر غالبا بسبب جودة الخامات. آآ لما تشغل تقدر تدير حد للخامات في اللي هو في مودي الخامات وتقدر تدير حد في وتقدر تدير حد في الرندر. شون يعني حد يعني مثلا انت دخلت خامة او صورة ثمانية كي جودة عالية حجمها ميتين ميجا مثلا. فالكارت ما يقدرش يرندرها. فانت تخلي المت مثلا. فانت تخلي المت مثلا وان كي. بمعنى انك تقول لي بلندر اذا لقيت اي خامة ثمانية كي اعرضها لي بجودة وان كي او تو كي او فور كي. فيقلل من استهلاك الكارت. زي مثلا لما لما يكون اللي هو في مودي الخامات هذا اوف. يعني كل خامة بجودتها الكاملة. حتجت ان كارت الشاشة خضى احد عشر قيجا. فانت هنا مش محتاج انك تارض مثلا خامة الاسفلت هذه بجودتها الكاملة. ففي في مودي الخامات خليه مثلا وان كي. حتلاحظ ان الكارت اصبح اه يعني يواخذ اربع جيجا فقط تقريبا. اربع جيجا من احداشر جيجا. وما زلت انا نشوف الخامات صح جدتهم ضعيفة شوية بالنسبة لكن اه يعني مش سيئة بشكل كبير. وفي الرندر هتطلع اجود. نفس الشي في الريل تايم لو كان بدون لمت معناها الخامة هتطلع بتها الكاملة. خلينا نقش في الريل تايم ونشوفو. فهكي في الريل تايم واخذ اه من كارت الشاشة انا عفوا انا نغير اجيبيو. اوكي فواخذ خمستاشر جيجا او تقريبا ستتاشر جيجا. فنقدر برضو ندير لمت لريل تايم. نخليه اعرض لي جميع الخامات على تو كي. فحيحاول انه هنا يقلل شوية من ستتاشر جيجا مثلا وصلها الى احداش. كذلك نقدر نقول له مثلا نرجع نقدر نقول له خليه على ون كي. اوكي. ونقش الريل تايم. حنا اجد انه نزل الى عشرة قيجة. يعني وفرنا تقريبا ستة قيجة من كارت الشاشة. وما زال يعني الخامات صح قفت جودتهم في الريل تايم ولكن اه يعني ما زلت قادر اني نشوف المشروع بتفاصيله بشكل كويس. طبعا هذا ما لاشي علاقة بالرندر النهائي حاليا. اما في الرندر نفس الشي لو كان رندرت على ممكن هياخذ الذاكرة الكارت كاملة. فحتى هو تقدر تنقصها مثلا الى يعني اي خامة جودتها اعلى من فور كي نزلها الفور كي وفور كي يعتبر مناسب جدا للرندر. وهذا كله عشان نحافظه على ذاكرة الكارت. ما صار شي الكارت تعطاك انه اوت اف موموري ممكن تجرب تنزل الى تو كي. اقل شي في الرندر تو كي يكون مناسب اقل منك حتى تبدأ تشوف جودة الخامات ضعيفة نشوف يعني تعتبر. فهذا هو الخيار. اه بل خصوص البريفيو احيانا في بعض اصدارات بلندر السابقة كان لما نقص البريفيو في موضي الخامات الى اه نجد ان البرنامج يتسكر فجأة لما تجي تدخل خامة جديدة جودتها عالية مثلا ثمانية كي في البرنامج. في البرنامج يحاول ان يعالجها وينقصها الوان كي فيصير زي الكراش ويتسكر فجأة. احد الاحتمالات انها كترجى البريفيو هذا الى اوف وتجرب اذا كان حلت المشكلة معناها منه او مشكلة في النسخة ما نحلتش فممكن يكون سبب في حاجة ثانية. اه منهن اللي ممكن شي ثاني يسبب المشكلة هذه انه يتسكر البرنامج اثناء وانت تشتغل في الخامات او تضيف في خامة جديدة. اللي هو من لو كنتم ثبت في اسمه اللي هو يعرض في صور مصغرة للخامات صور لفوق الخامات. فهذا حتى هو ممكن هو ينشئ في صور مصغرة يخلي البرنامج يتسكر. يعني احد الاحتمالين اللي ممكن جربهم لو يسكر معك البرنامج في الخامات هو وتنقص هذه الى اوف وتخليها زي ما هي على اوف. غيرها معناها مشكلة في حاجة ثانية الله اعلم شن هي. اخر شي معنا عندنا غير الميموري هذا في الاسفل عندنا وهذا يتعامل مع البلوكات لجودتها نالية عشان تنقص هنا شوية. طبعا هنا عندنا قراءة لوضع المشهد كم فيه او آآ مثلث شبكة مثلثات او الاوجه هذا كله هو اللي يستهلك في الرام غالبا لما يكون جودة البلوكات عالية فتطقل معك في الملف. فخلينا نسكروا الميموري ونمشوا للهاي بولي. اول شي انت ممكن تكون مش عارف كم وين البلوكات لعندك جودة عالية. فضفت لك خيار هنا اسمها سليكت هايبولي. لما تنقر عليه تحدد له يعني تقول لدي على البلوكات اللي فيهن مثلا اكثر من مئة الف وجه. او مئة الف فيس. هيحددهن لك ويقول لك هذين هنا اللي فيهن عدد اوجه حالي. مثلا هنقول للي فيهن خمس مئة الف مثلا. اوكي فقال لي هذي بس اللي فيها خمسمائة الف. اوكي بحيث انك تعرف شن البلوكات عندك الثقيلة في المشروع. بعدين مثلا لما تدير له مثلا نقول له على مئة الف. حددهن ففيه خيار هنا اني نقدر ندير اوكي لكن هيكون ثقيل لو استعملت مع البلوكات هذي كلها ممكن يستك وتسكر البرنامج. هناخذوا مثال شن هو يدير هذة. فخليني توا نعرض شبكة الخطوط امتهات المجسم هذة. لو جيت هنا وفتاحة هيعرض لي الخطوط المكونات له. فخيار هذا يحاول ينظف شبكة المثلثات يخلي البلوك نظيف زي هذا يعني يخفف منه قدر الامكان. اوكي? فلما ندير لها هيحاول ينظفها ويقلل من القيمة متاعها. خليني ندير لها سلاش. فلما نمسك بروحة يعطيني انه في هتجد ان هنا نقصن لانه كان كل وجه مكسوم اثنين. فاعدي من ضمن الحاجات اللي ممكن يخفن شوي على الرام. كذلك خيار طبعا خلاص انا اكملت بي. فنقدر ندير مساكتهم. ففي خيار هنا نقول لها آآ ست لو ديسبلي. فلما ننقر عليها هيبدأ يخليهن كأنه دار لهم آآ بروكسي يعني او يخففن عندك هنا في الواجهة بحيث يتخفيف معك. ونقدر كذلك مثلا مجسم زي هذا ثقيل. دير لها ست لو بولي. اول ما ندير لها ست لو كان في مننا نصخة ناصخ منها حتتظل المعي. ننقر مرة ثانية يطبق عليه حتى هي. اوكي? ونقدر توى نمسك اي مجسم مثلا ونقول لها رجع زي ما كان. اول ما هنرجع هيعرض لي او حدد لي كل المجسمات اللي كانن منصقات منا. ننقر مرة ثانية عفوا هيعرضها. زي هذه مثلا نقول لها نقرة ثانية يرد يعرضها من جديد. فل فل. اوكي? فهنا طبعا لو ديسبلي هذي لو دخلنا في الريل تايم. هتجد ان نظهرهم بدون مشاكل يعني يطلع في الريل تايم رغم انه من وجود البوكس هذة. اه ونقدر لو مزعج بالنسبة للنظر عندي ممكن نضفي الخيار هذو مؤقت عشان نشوفه بدون الاطار اللي عليه. اول ما هنرجع للسولد موت هنجد انه هنا خفن ماي اه يعني عشان يخف شوي على في الحركة داخل البرنامج. ونقدر اول ندير من جديد وبعدين ندير لهم. اوكي بهذا شكل. عندنا التنظيف عندنا نقدر ندير المجسمات اللي جودتها عالية. ونقدر اي مجسم نبي نخفف عرضها في عندي ندير لها ست لو بولي. ولو ما نصوخ منا حيضل لهم لي عشان نديرها حتى هنا او الرجح هم فل زي ما نبي في اي وقت. بدين عندي اللو بولي ريشيو اللي هو مثلا لو عندي النخلة هذي درتلها سلاش. اوكي. فحناجد ان هي فيها تسعمية اه ثمانمية وتسعتاشر الف مثلث واربعمية وعشرين الف فيس. فانا حب نقص شوية من جودتها بحيث تخفها معي. قليل نشوف الخطوط متاحها بالشكل هذا. فانا اقدر نجي نحدد قيمة التنقيس. يعني مثلا سفر بوينت خمسة وستين. حنقصها اه يعني الى خمسة وستين في المية من القيمة اللي هي قاعدة مثلا. او بوينت ثمانية بوينت خمسة. كلما ننقص كلما تنقص جودتها الى ان تكون سيئة جدا معاش نستخدمها. فنحدد القيمة اللي نبي خفف من الملف بيه او من البلوك. وندير اد لو بولي. وننتظر شوية. العملية ذي تاخذ وقت. بدل ما كان اربعمية وعشرين الف وآآ كان ترنجولر ثمانمية وتسعتاش. خلينا نديره كان ثمانمية وتسعتاش. اوكي. لما ندير اد لو بولي. حينقص لي شبكة المثلثات. الى مثلا خمسمية وثلاثين. بالشكل هذا يخفف من قدر الامكان. معجبك شي الكلام هذا تبزي تنقص من جديد. قول له مثلا لا خليه بوينت ثمانية. ما تقللش منه واجد. اد. حيدير لي بحيث انه يزيد في جوتة شوي. زاد للستمية وخمسة وخمسين. اوكي. الى ان تشوف انه بداية يشوه معي. ما عاش ننزل فيه. خلينا مثلا نديره بوينت اربعة. نقصنا خلينا لو بولي بشكل كبير. نقول له اد. حيدير الى البوينت اربعة. هنجد هنا انه نقص الى ثلاثمية ثلاثمية وعشرين. وما زال قادر انه تكون يعني منطقية نوعا ما او جودتها معقولة الى ان يتلف مي المجسة. يدك يقدرنا نخفه من اي حاب تلغي العملية التخفيف هذي. هتدير تب تطبق او كيعجبك الشكل النهائي اللي خففت بي مازال ما 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 تشوه الشكل المجسم. دير له ابلاي. اوكي? يعني ابلاي في حالة ان اوكيك اعتمادت. دليت انك تبي تلغي عملية اللو بولي اللي درتها. هذي اهرجناها هكي لثمانمية وتسعة عشر. وهنا القيمة اللي هتخفف بها البلوك. وبعدين تدير اد. تزيد او تنقص والدير اد يحاول يدير اوب ديت. الى ان تشوف انت نتيجة اللو بولي اللي انت راضي عنها. اقل كمية خطوط بدون ما يتلف المجسم. فهذا هو كان اه طبعا لاحظت شوية في تقطيع في الصوت لكن ناتج من اني انا رندر في الريل تايم ونسجل في نفس الوقت فقاعد في مشاكل في الصوت لكن ان شاء الله يكون اه واضح يعني.